قبل ما نبدأ بهذا الفقرة سيف من خلال تجربتك اليوم يعني صار لك بالعشرين سنة بالشعر لو أكثر؟ عشرين؟ سبعة عشر يعني عشرين سنة أفضل الأجيال اللي يمروا؟ أفضل الأجيال اللي يمروا بالشعر الشعبي العراقي جيلي هاي دوم؟ لا أفضل الأجيال المروا بالشعر الشعبي العراقي جيلي أو أفضل شاعر بجيلي أنا لا هذا مو سعي مو بس بالعراق حتى إذا أروح بالأمارات أشترك بالشعر النبطي هم أصير أفضل شاعر بالنبطي إذا أروح لمصر أكتب صعيدي أصير أحسن شاعر من الأخير بالكرة الأرضية أحسن شاعر سعيف شو الموضوع؟ تفرمتني؟ ماذا أشكو؟ الموضوع شفتها شلون سهله؟ أنه أقدر أي واحد يقدر يحتيهن هذني؟ ها أي واحد يقدر يحتيهن؟ ها ها مو على أقول أنا مو سعيف أي واحد يقدر يحتيهن؟ بصراحة اليوم الشعراء يعني وأبدي بهم شكلك من نفسي أنه لا نطلع بالشاشة أنا الأشعر ومن بعد الطوفان أنا أحسن شاعر أنا مدري منه ووجهة نظرة؟ لا ماكو وجهة نظر لا ماكو وجهة نظر واحد زاد واحد يساوي ستة ماكو شي شي أكو ثوابت أكو احترام للذائقة أكو احترام للشعر يا أخي إنت ما تستحمن الجمهور ما تحترم الذائقة احترم أصدقائك الشعراء عيب إحنا يومية قل أبو حيدر أكو شعراء يعني طلعوها خرجوها من إطارها بصراحة قمنا نستحر نقول إحنا شعراء بسبب شم واحد ما يصير هاتشي مو أي واحد طالع ثقة بالنفس هي مو هي مو هاتشي أبو حيدر كل شاعر يكتب الأدواته ولونه والجمهور هو اللي قيم احنا مو المقياس هو يعني هو الشعر الحقيقي هي مو عضلات يومية واحد طالع أنا العشعر أنا المدرياء هو أنا استفزوك؟ يستفزون أي واحد يعني إنسان إلى علاقة بالأدب الشعبي أنت شاعر معناتها أنت أديب يعني معناتها سيف أنت رسالتك الشعرية وصلت؟ يعني نوعا ما نوعا ما كتبت قصائد راضي بيهم كلش عن نفسي لكن بعد أطمح والشعر عبارة عن مجموعة رسائل إنسانية وعلمية وثقافية إن شاء الله أديت جزء منها وإن شاء الله إذا الله كاتبنا عمر نكون بالارتقاء بالسنوات الماضية أتمنى لك التوفيق الله أحب وبركاته